اهلا بكم اصدرت النائب العامل السئنفي في جبل لبنان القضية غاد عون مذكرة بحث وتحرن بحق كل من هدى سلوم وعشرين موظفا اخرا في مصلحة تسجيل السيارات في الاوزاعي في تحقيق يتعلق بسرقة المليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجبة اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف العمال حمد حسن من بعلباك عن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا يوجب علينا ان نكون مبادرين لاستقبال الحالات موجها رسالة للمستشفيات الخاصة بان تبادر الى تجهيز الاقصام وفتح ابوابها لاستقبال حالات كورونا لان العدد المرتفع يستوجب التعاطي المسؤول والايجابي مع الازمة والتكتيك الذي طبع بالتدخل وتنفيذ الخطة بحكمة ودراية وعلى وعي وعلم ووعي حالة دون التفشي المجتمعي للوباء واشدد حسن على ان لا صفقات على حساب المصابين او ضحايا كورونا وكل ما يقال في هذا الاطار هو لذر رماد في العيون غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النأب طلال ارسلان على حسابه على تويتر قائلا نريد وبالحاح معرفة حيثيات مجزرة المرفأ التي اودت بحياة مئات المواطنين الابرياء وسببت بجرح الالاف ودمرت العاصمة واضف ان التأخير في اضاح الحقائق لرأي العام سيزيد الحقيقة تعقيدا وسيصبح هناك موقفون ابرياء فبت عدم مسؤوليتهم عن هذا الانفجار المريع وكأن التحقيق يتجه لاستقطاب الرأي العام على حساب العدالة وشفافية التحقيق لذلك نطالب بالاسرع في اعلان نتائج التحقيقات لكي لا يظلم احد على حساب الآخر توخيا للدقة وتأكيدا على شفافية القضاء المخول الوحيد ان يوضح حقيقة ما جرى ويجري في هذا الجرم الذي لا يختفر اعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية ان جونجا ثاني مدن اذربيجان تتعرض للقصف من القوات الارمانية فيما اكدت سلطات اقليم ناجورني كارباخ انها دمرت مطارا عسكريا هناك وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر ان مدينة جونجا الاذربيجانية تتعرض لنيران القوات الارمانية نهاية الموجس الى اللقاء